قلوا على السائل من إخوائنا من بريطانيا هل يجوز أن يهجر المسلم أخاه أو أن يهجر المبتدع وإذا كانت جائزة فما هي ضابطها حيث عندنا في بريطانيا يهجو بعض الشباب بعضهم ويرون أن هؤلاء هم المبتدعة وليس بدعتهم من ناحية العقيدة وإنما من ناحية الحزب أو الجماعة أو غير ذلك نعم المبتدع يهجر إذا ثبت أنه مبتدع لكن من هو اللي يعرف البدعة من السنة ما يعرفها إلا العلماء ما يعرف البدعة من السنة إلا العلماء أما الطلبة والمبتدئون والمتعالمون فلا يعرفون البدعة من السنة بل عندهم كل من خالفهم ولم يوافقهم فهو مبتدع ولو كان المخالف على الحق وهذا على الباطل فلنسى العبرة بالمخالفات والحزبيات والجماعات الجماعات العبرة لاتباع الكتاب والسنة أمن كان على الكتاب والسنة فإنه يجب اتباعه والاقتداء به والانضمام إليه أما من خالف الكتاب والسنة وعمل بغيرهما فهذا يجب الابتعاد عنه ولكن من الذي يبين هذا إلا أهل العلم أما أن كل واحد يقول للثاني أنك مبتدع لا لشيء إلا لأنه لم يوافقك على كلامك فهذا ليس بصحيح إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى أهل العلم الذين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله وبيلون لنا من هو المبتدع من السني ثم وبعد ذلك نكون على بصير